أساليب خطيرة تلجأ إليها إسرائيل لمواجهة الصواريخ والمسيرات الموجهة إليها غير مكتفية بنظامها الدفاعي المسمى بالقبة الحديدية فمع استمرار الحرب التي تخضها تل أبيب منذ قرابة عام بعدة جبهات بالمنطقة بدأت باعتماد أسلوب التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس كتكتيك عسكري لمواجهة صواريخ حزب الله اللبناني عبر التلاعب بإحداثيات النظام إلا أن هذا الاسلوب بات يشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة الملاحة الجوية في العالم فكيف تحول موقع جي بي أس لأدات حربية وما تأثير ذلك على سلامة ملايين البشر حول العالم منذ عدة أشهر رصدت دول الشرق الأوسط وجود تشويش في تطبيقات خرائط نظام جي بي أس حيث أشار موقع بوليتيكو الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول عرقلة الصواريخ الموجهة لمنعها من الوصول لأهدافها داخل إسرائيل لكن هذا الاسلوب المعتمد على إرسال إشارات مزيفة بدأ بالتغلغل للطائرات التجارية وتعريض مئات الطائرات يومياً لحالات اختراق وانتحال لنظام تحديد المواقع وأصبحت تلك الرحلات بمرمى أسلحة إسرائيل فالطائرات المدنية تواجه الإشارات الإسرائيلية المزيفة المستخدمة لصد المسيرات والصواريخ لم يكن التقرير الذي نشره بوليتيكو اعتباطياً بل استند لتقارير مختصين وباحثين أمريكيين بعد أن تتبعوا حركة الطائرات المدنية وإشارات جي بي آس والذي كشف عن اختفاء الطائرات المحلقة قرب البحر الأبيض المتوسط أو فوق إسرائيل عن أنظار النظام العالمي لفترة من الوقت إضافة لتغيير مسار عشرات الرحلات الهجمات التي يتعرض لها النظام العالمي رفعت عدد الرحلات الجوية المتضررة بأكثر من ألف رحلة خلال أغسطس 2024 وفقاً لتحليلات معهد SK&I Data Services حيث تتسبب البيانات المزيفة المتسربة لقمرة القيادة بأعطال تستمر لبضع دقائق أو طوال الرحلة وتم الإبلاغ عن مئات الحالات بشأن استلام الطيارين لتحذيرات كاذبة وتوجيه مسارات خاطئة تزايد المخاطر المتعلقة بأمن الطائرات المدنية إثر اختراق نظام جي بي أس الذي طورته أمريكا واعتمدته رسمياً عام 1995 دفع شركات الطيران للبحث عن حلول وبداء لهذا النظام وبات اليوم أمام تحديات كبيرة في ظل توجه شركات الطيران لتدريب طياريها على أنظمة ملاحة أخرى احتياطية في الوقت ذاته تسعى الشركات المصنعة للطائرات وشركات الطيران لتوصل إلى حلول قصيرة الأجل وإصلاحات طويلة الأجل لتدارك مشاكل عمليات التلاعب بالبيانات وأحداثيات الطيران وبالنظر لصعوبة إصدار معايير حديثة شاملة لحماية الطائرات المدنية قبل العام المقبل على أقل تقدير لحسب مختصين وتفاقم حجم الإشارات المزيفة لنظام جي بي أس خلال عام 2024 ودخول روسيا وأوكرانيا على خط الهجمات المزيفة لأنظمة الملاحة فإن الحلول الحالية تقتصر على تلقي الطيارين إحاطات قبل الرحلة حول كيفية التعرف على عمليات التلاعب المحتملة وطرق التعامل معها لكن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للطيارين المدنيين الذين يحلقون فوق بعض أكثر الممرات الجوية ازدحاما في العالم